مشاهدينا الكرام احنا لسه مستمرين معاكو في صهرة العيد مع زملتي طبعا رشا فاهمي وبنقولوك كل سنة وانتم طيبين وزي ما احنا قلنا كده ونوينا ان الفقرة الحالية او الفقرة دلوقتي هيبقى معانا الشيخ محمود الفرماوي عالم من علماء الاظر شريف هنتكلم معاه عن مظاهر الاحتفال بالعيد ونتكلم معاه عن يعني دور المسلم يعني المسلم السليم المسلم الصحيح ازاي يقدر يقضي العيد طبعا انتو عارفين طبعا في ناس كتيرة جدا بتحب يقولك بقى خلاص بقى احنا عيد بقى لازم نعمل كل حاجة لا احنا فيه اسيات وفيه قواعد في العيد احنا مسلمين ومحادين بالله فبقى لنا قصص وقواعد ماشيين عليها كل المظاهر الايد هنتكلم معه مع مولانا الشيخ محمود الفرماوي وكمان زملتي راشا كمان كتا عايزة تسأله كمان تقول له العدية ايه اخبارها يعني العدية دي هتحلال ولا حلال حلال بس العدية في عيد الاطحى تبقى خروف رأيكم تبقى خروفة ما يا راشا قالت انا بعد الحلقة انا عايزة عدية وطنع من العين دي قابل العين دي كل سنة وحضرتك بايب يعني شيخ محمود الفرماوي عالم من علماء الازهر الاجلة بترحب بك معنا وبقولك كل سنة وحضرتك تريد النهاردة احنا في يوم عرفة وطبعا فضل يوم عرفة خلينا نكلم الناس طبعا فضل يوم عرفة والصيام وأجر يوم عرفة كمان هم لسه فاضرين بقى فنقول لهم انتو خدتوا ايه كمان سواب قد ايه اولا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يا ربي ان الحمد لك والشكر لك ما دامت النعماء لك اغفر لعبد قال لك الذنب لي والعفو لك وصلاة وسلام على رسول الله في مبدأ كل امر ومنتهى وبعد اولا يوم عرفة له اجر كبير عند الله تبارك وتعالى هو ربنا سبحانه وتعالى له حكمة بان يفضل بعض الشهور على بعض وكذلك فضل بعض الايام على بعض فيوم عرفة يوم مفضل عند الله تبارك وتعالى وله اجر كبير بالنسبة سواء للحجاج او سواء لمن لم يستطع ان يذهب الى الحج ففي كلتا الحالتين له اجر كبير فيوم عرفة الله تبارك وتعالى خصه بمميزات كثيرة سواء كان في الحج من وقف على جبل عرفات او سواء من كان متواجد في البيت ففي كلتا الحالتين له اجر كبير وهو مظهر من مظاهر الاحتفال بالعيد مظاهر الاحتفال بالعيد كثيرة جدا منها اولا يعني دايما بنقول ليس العيد لمن لبس الجديد لكن العيد لمن خاف يوم الوعيد سيدنا امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه خرج في يوم العيد رضي الله عنه ارضاه رضي الله عنه ارضاه خرج في يوم العيد فوجد الاطفال الصغر اطفال الرعية يلبسون ملابس العيد الجديدة ووجد من بينهم كان ابن سيدنا عمر رضي الله عنه كان من بين هؤلاء الاطفال الا انه كان يلبس ملابس قديمة فبكى سيدنا عمر بكاء شديدا حتى ذهب اليه الولد فقال له ما الذي يبكيك يا ابتاه ما الذي يبكيك ونحن في يوم العيد فقال له امير المؤمنين لقد وجدت الاطفال الصغار يلبسون ملابس العيد الجديدة ووجدتك من بينهم وعليك ملابس قديمة فخفت ان ينكسر قلبك فقال له الولد لا تبكي يا ابتاه فليس العيد لمن لبس الجديد لكن العيد لمن خاف يوم الوعيد وانما ينكسر قلبه من عقى امه وابا او عرف الله فعصاه نعم فمظاهر الاحتفال بالعيد ليست مجرد لبس الجديد او ما الى ذلك يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم لكن مولانا لكن هو في اعمال لازم على المسلم انه يتبحى في ايام العيد يعني ينبغى على المسلم في بعض الاعمال اللي هو يقوم بيها في ايام العيد طبعا بتبقى اعمال سبتة على مدار السنة لكن لازم يركز فيها في ايام العيد مزبوط ايه هي بقى الاعمال دي؟ من هذه الاعمال اولا خاصة في العيد صلة الرحم نعم صلة الرحم يعني داما ننصح الجميع صلوا ما امر الله تعالى به ان يوصل من حقوقه وحقوق عباده نعم فصلوا ارحمكم الذين امركم الله بوصلهم وهم اقاربكم من جهة ابائكم ومن جهة امهاتكم فان للأقارب حقوقا نازمة على عباده المتقين موجبة لرضى الله رب العالمين طب بخصوص النقطة دي يا مولانا فيه ناس بقى بتقولك اني موضوع السوشيال ميديا وهنا دلوقتي خلاص بقى يعني موقع تواصل الاجتماعي وافتح الكاميرا وبشوف خالتي في بانها وعمي في أسيوت وبدل ما اروح ازور او مثلا في مصر الجديدة ومسلا في الجيزة هل ده سليم ولا لازم سلة الرحمة اللي انت تروح تزور هو نوع من انواع التواصل الحديث ولكن يعني لا يغني عن الود والتقرب ولا انك تروح للشخص اللي حد عنده فده فيه نوع من التأدير شوية عن موضوع التواصل ولكن هذا نوع من التواصل ان لم يستطع او طبعا الناس مجغولة شوية كلهم مجغول او الناس مسافرين في دولة تانية او في دولة تانية اذا حال الامر بينهم مع الجوائح ممكن يعني حضرك انت ممكن تيوبيح هذه الوسائل مع الجوائح زي جاء حك كورونا ما كانتش بيحده بيزور حد ممكن واحد مجغول بزروف شغله لا يستطيع ان يذهب الى محافظة اخرى حتى يدور اقاربه فبيدور طريقه لكن صلة الرحم طالما انت موجود في قاهرة مثلا يعني انا بدي مثلا موجود مثلا في الفيوم وقريبة كلهم في الفيوم وما عندكش شغل لازم تروح تزورهم كلهم ده كلام حضرتك طيب دي اول حاجة صلة الرحم فبنقول صلوا ما امر الله تعالى بان يوصل الله تبارك وتعالى يقول وآت ذا القرب حقه طبعا وفي صحيح البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه وفي الصحيحين من حديث عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرحم معلقة بالسماء تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني فطعه الله في هذا الامر قصة عظيمة سيدنا ابي بكر رضي الله عنه كان له احد اقاربه يدعى مصطح ابن اثاثة سيدنا مصطح ابن اثاثة كان ممن شهد بدرا وممن هاجر في سبيل الله فله فضل عظيم جدا في الاسلام وكان من فقراء المسلمين فكان سيدنا ابي بكر رضي الله عنه ينفق عليه لانه فقيرا يعني غير سلة القرابة التي بينهم ينفق عليه لانه فقيرا فلما خاض الناس في عرض السيدة عائشة رضي الله عنها رضي الله عنه في حدثة الافك فكان سيدنا مصطح ابن اثاثة ممن خاض معهم في عرض السيدة عائشة لامر او لحكمة يعلمها الله فلما علم سيدنا ابي بكر رضي الله عنه بذلك تألم ألما شديدا يعني اانفق عليك وتتكلم في عرض ابنتي وزوج رسول الله وأم من أمهات المؤمين فأقسم سيدنا ابي بكر رضي الله عنه ألا ينفق عليه بعد اليوم فلما سمع الله تبارك وتعالى أنزل قرآنا يحث فيه على العفو والصفح وصلة الرحم والإنفاق على أولي القربة فأنزل الله تبارك وتعالى قوله ولا يأتلي أولي الفضل يعني ولا يحلف أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربة والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم فلما سمع سيدنا أبي بكر رضي الله عنه هذا الكلام قال بلى والله أحب أن يغفر الله لي وأعاد النفقة مرة أخرى إلى سيدنا مصطح بن أثاثة يعني يعني كلام حضرتك إن أول حاجة اللي هي الصلاة الرحم ثاني حاجة الإنفاق نعم بالضبط على أولي القربة إن كما لا يستطيعون طب رقم ثلاثة عندنا الإحسان إلى اليتامة الإحسان إلى اليتامة خاصة في العيد فهو أمر عظيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة وأشعر بإصبعيه السبابة والوسطى نعم فالإحسان إلى اليتامة والاهتمام بهم ورعايتهم أمر عظيم لابد على كل مسلم أو ينبغي على كل مسلم القيام بهذا كان أحد الصالحين يقول كنت في بداية أمري مكبا على المعاصي وشرب الخمر وما إلى ذلك يقول فقابلت يوما صبيا فقيرا قال فأخذته وأكرمته وبالغت في إكرامه وكسوته وأطعمته قال فلما نمت في تلك الليلة رأيت فيما يراه النائم وكأن القيامة قد قامت نعم قال ودعتني ملائكة ربي للحساب وأمر بي إلى النار لما كنت أفعله من ذنوب ومعاصي وغير ذلك قال وبينما الزبانية يسحبونني وأنا بين أيديهم حقير ذليل إذ بذلك اليتيم يعترض طريقنا ويقول للملائكة يا ملائكة ربي خلوا عنه فقد أطعمني يوم كذا فتقول الملائكة ولكن لم نؤمر بذلك فإذا بهم يسمعون النداء من قبل الله تبارك وتعالى يا ملائكة خلوا عنه فقد عفوت عنه بشفاعة اليتيم نعم فالإحسان إلى اليتامة طبعا وكذلك صلة الرحم كل هذه أعمال ينبغي على المسلم القيام بها في هذه الأيام في هذه الأيام تأكيد ومش في هذه الأيام بس ينبغي طول السنة كمان مش في العيد بس أكيد خلينا بقى نتكلم عن الأطحية والأطحية فيه ناس دلوقتي طبعا لارتفاع الأسعار الجنوني طبعا فيه ناس بتحب بتشارك في الأطحية يعني مثلا نجيب خروف شرك أو بقرة أو عجل أي حاجة من الأطحية هل ده ياخد نفس السواب أو كنا بنتكلم مع بعض عن أن الخروف ما يدفعش يتشارك فيه يريد بقى نفهم مشاهدينا برضو النقطة ده أنا متهيئة لديننا يسر آه الدين يسر طبعا صح؟ بس فيه قواعد بقى الأظهر يقول لنا عليها فيه توابط وقواعد هو أولا يجوز الاشتراك في الأطحية ولكن بشروط أولا لابد أن تكون من الإبل أو البقر فلا يجوز الاشتراك في الشياة يعني الخروف لا آه لابد أن يكون من الإبل أو البقر يعني خروف جدي لا آه لا يجزئ يعني حتى أنا وأختي نشترك في خروف ده لا آه لكن حتى الاشتراك في البقر والإبل شرط قال لا يزيد الاشتراك عن سبعة وقال لا يقل نصيب كل واحدة عن السبعة اذا في نسبة الشرك 3 في الأحد 3 يجوز 4 مش أكثر من 7 يعني comes 7 سبعة فيما أقل لكن لا يزيد عن السبعة وفي نفس الوقت لا يقل نصيب الواحد منهم عن السبع إذن فيجوز الاشتراك في الأضحية بشرط أن تكون من الابل أو البقر وألا يقل نصيب كل واحد عن السبع وألا يزيد الاشتراك عن سبعة في البدنة أو في البقر أو في الابل أو هكذا لكن في الضان لا يعني في الخير فيه لا يجود في الشياع رغم ارتفاع الأسعار دلوقتي يعني رغم ارتفاع الأسعار لأنها لا تجزئ خلينا نقول أنه هناك سق الأضحية المعمول من خلال بعض الجمعيات هذا أيضا سيديني نفس القدر من السواب أو سيكون زي نعم لأن القائم على هذه الموضوع يجب أن يطبق أو يكيف هذا الأمر على طبقا الشريعة الإسلامية فأكيد القائم على هذا الأمر يطبق القواعد والثوابت التي حسن عليها الشرع الإسلامية يعني شرط أن الجامعية نفسها تكون زي ما حضرتك قلت أستماهم على سبعة مثلا مش كتير مش ناس كتير مشتركين فيه طب والحكم بقى اللوائي بيشترك مثلا في الجامعية ديت وبيطلع السق وبيبعتونه لحمة للبيت ما فيش مشكلة ده برضو عادي يعني كده كده عمد أنت لك نصيب في الأضحية لأن في خلاف بين الأضحية والنذر يعني النذر لا يؤكل منه يعني من نظر شيئا نظر أن يذبح شيئا يخرج كله لله ما يخرج من المخرس؟ ولا حتى كل lfreiة؟ يعني ما يفعش نجمع ما بين النذر والأضحية في البيحة واحدة؟ لا يصح لأنهم عبادتين مستقلتين بذاتيهما فلا يصح أن نجمع بين الأضحية والنذر فضلا عن إن النذر كما كنا لا يؤكل منه يعني صاحب النذر لا يأكل من النذر أما الأضحية فله نصيب فيها طب العقيقة والأضحية لو عملناهم مع بعض العقيقة والأضحية كذلك يعني هذا الأمر أيضا فيه تفصيل ولكن بالنسبة للعقيقة والأضحية فيجوز الجمع بينهما في حالات معينة أو حالات محدودة لكن يجوز الجمع بينهما أما النذر أنا أقصد بالنذر أن النذر هو نذره لله فيخرج كله لله لا يجوز أن يأكل منه بخلاف العقيقة وبخلاف الأضحية بس في ناس بتأكل من نذر لا النذر لا يجوز الأكل منه يعني بخلاف العقيقة وبالضحية لا يجوز الأكل منه طب فيه ناس بقى اللي بتحب الضحي قبل صلاة العيد على طول هل ده ضحية ولا صادقة؟ يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أن أول شيء أن نفعله في العيد هو أن نصلي ثم نرجع فننحر فعن البراء بن عاذب رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم النحر فقال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء فمن ذبح قبل الصلاة هذا ليس من النسك في شيء إنما هو لحم قدمه على سبيل الصدقة أو ما إلى ذلك لكن لا يجوذ الذبح قبل الصلاة لا يعد نسكا طب المرأة عليها أضحية ولو ضحط تعمل نفس المراسم اللي بيعملها الرجل ولا مختلف المرأة أو الأضحية عمتا هي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم دون تفريق بين رجل أو امرأة أو ذكر أو متزوجة أو غير متزوجة هي بتسأل عشانها تضحي عشانها تضحي عشانها تضحي بكرة الصبح تضحي لو بفي الزوج وبضحنا مثلاً يبقى ولو في زوج تضحي بس يشترد في وجود الزوج إذن الزوج إن أنا استأزم من جوزي الأول أبدا فما فيش تفريق بين الرجل والمرأة في هذا الأمر فإن استطاعت المرأة أن تضحي وكان لديها القدرة على ذلك فلتفعل ولتضحي عن نفسها وعن أهل بيتيها وعن زوجها بشرط إذن زوجها طب وفي ناس بالضحي يعني مثلاً يقول لك أنا والدي توفى فأنا بضحي عشان بداله يعني بداله هو توفى زي بالبيرة كرآن لولده المتفهل برضو يجوز موضوع الضحية يعني السواب يروح له مثلاً للميت السواب يروح له يعني هي الأمور هذه الأمور ترجعه إلى النية ولكن الأضحية تكون عن نفسه فقط أنت هتعمل إيه بكرة في الإيدة مؤلاء في العيد والله يعني أهم حاجة أولاً زي ما قلنا صلة الرحم دايماً بنروح يعني أنت هتزور بكرة للأقار أكيد طبعاً أكيد طبعاً يعني لابد من صلة الرحم والإحسان اللي يتمى طبعاً لكن صلة الرحم في هذه الأيام هي أهم شيء في هذه الأيام صلة الرحم خاصة في يوم العيد والله هي طول السنة مفروض صلة الرحم بصراحة بس هي بتزيد أكتر في العيد عشان نعيد عن الناس ونشوف قرائبنا وكده لما تلعيد حلوة لما تلعيد حلوة ولبس العيد حلوة خليني أسأل حضرتك برضو يعني فيه ناس بتتكلم عن الأضحية وبتشوفها في دول بعض الدول العالم أنه أنتوا يعني بتعملوا مدبحة جماعية للبواشي بتاعتكم وده غلط وما عشي نقول لهم إيه نفهمهم إزاي أن الدين بقى على دين سامحة وأنه نحن نحن نبين حكمة المشروعية من الأضحية الأضحية إيه حكمة المشروعية من الأضحية أولا في المقام الأول هي إحياء لسنة أبينا إبراهيم عليه السلام هذا اليوم يذكرنا بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل عندما رأى في المنام أن الله يأمره بذبحه قال تعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى سيدنا إسماعيل لم يكن له إنما رأيت يا أبي رؤية شيطانية وأنك كبرت وخرفت أو ما إلى ذلك دم ما فيش كلام دخل رأيس بصنع بسلم نفسه بالضبط أنا في حلمة الأدب والأخلاق قال لو قال يا أبتي فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصبرين وهذه دعوة عم لنكون باردين بآبائنا صغارا كنا أو كبارا وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين يحسن إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما الإمام الحسن رضي الله عنه كان يقول لو أن هناك شيء أقل من الأف لنهان ربنا جل وعلا أن نأكلها لوالدينا سبحان الله وذهب خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام لينفذ قضاء الله إنه البلاء بل أشد الناس بلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فيبتل الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاءه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه ذهب خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام ليذبح فلذة كبده وثمرة فؤاده فأخذ يسن السكين في الحجر حتى أن بعض الأقوال تقول أن السكين أخذت في الحجر أي قطعت في الحجر من شدة حدتها ثم أخذ سيدنا إبراهيم عليه السلام يمررها على رقبة سيدنا إسماعيل عليه السلام فلم تأخذ في رقبته حتى أنه ورد في بعض الأخبار أن نبي الله إبراهيم عليه السلام رمى بالسكين وقال لها قبحك الله لأنها لم تقطع في رقبة إسماعيل فأمطق الله السكين فقالت يا إبراهيم أنا بين أمرين الجليل يقول لي لا تقطعي والخليل يقول لي اقطعي وأنا من قبل الجليل لا من قبل الخليل وكأن الله تبارك وتعالى يريد أن يقول لإبراهيم لا تتعجب يا إبراهيم فكما أنني سلبت من النار خاصية الإحراق وقلت لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم فها أنا اليوم أقول للسكين كوني بردا وسلاما على إسماعيل وإذا بالسماء تعلن حالة الطوارئ وينزل سفير الأنبياء أمين الوحي جبريل عليه السلام ينزل بالفداء وكأن الكل يهتف ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ونزل بالفداء وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤية إنك ذلك نجد المحسنين حتى بعض الشعراء أنشد في هذه القصة أبياتا كان يقول أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه ويجيب الإبن بلا فزع افعل ما تؤمر أبتاه لن أعصي لله أمرا من يعصي يوما مولاه واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرضاه ألقاه برفق نجابين كي لا تتلقى عيناه وتهز الكون درعاه ودعاء يقبله الله تتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه صدقت الرؤية لا تحزن يا إبراهيم فديناه الله عليك يا مولانا الله عليك والله يعزك وكل سن طيب يا مولانا يعني أقول إيه حضرك نورتنا وشرفتنا وكل سنة وحضرك طيب وعيس عيد بإذن الله رشا نخرج فاصل بسيط كده وبعا كان السابل بقى ضفنا نشكر طبعا الشيخ محمود الفراموي كان نفسنا نكمل معك حاجات كتير جدا إن شاء الله يكون لنا معك لقاءات أخرى شكرا لحضرتك وكل سنة وإنت طيب وشاهدين نخرج فاصل ونرجع لكم مرة تانية تابعون هل لنا نعيدا فرقنا نغني وعنا تعد حيجين على سروب يد الصدعين اشتركوا في القناة